تعالوا وريك فيديو هيقولك ازاي حددنا معايير وضع جدوى للدوري المعايير بالمناسبة اللي ما اخترعناهاش المعايير اللي في الدنيا كلها هتشوف الفيديو وبعد الفيديو هنرجع بقى نقول جدوى للدوري بالكامل ل34 اسبوع بالمواعيد بالمباريات بالملاعب بكل شيء خليك معي كم عشرة جاهز جدوى للدوري المصري في الموسم الجديد موسم 2024-2025 وبكل بساطة هقولك اهم المعلومات اللي تهمك مبدأيا كده الموسم الرياضي بتاعنا مكون من 264 يوم عندنا توقفات خاصة بالبطولات الافريقية للاندية هتاخد لها 37 يوم وتوقفات دولية هتاخد لها 36 يوم وفي نفس الوقت هيتلاعب كأس الرابطة معاهم 13 يوم توقف لاقامة مباريات كأس مصر وعندنا كمان توقف استثنائي في اول يومين من شهر رمضان علشان الجسم يتعود على الصيام هيتبقى لينا 176 يوم ودي الفترة اللي هنلعب فيها بطولة الدولي اللي هتبتدي من 23-9-2024 وهتنتهي في 28-5-2025 وحطينا معايد محددة للمباريات المعجلة المحتملة تحسباً لأي لقاءات طريقة في نص الموسم زي بطولة الانتركنتنات وكده نكون وفرنا للعابتنا وجمهورنا موسم طبيعي ووقت كافي للراحة وإذا عندك يمكن تحسباً يلا نبدأ يلا نبدأ جدول الدولي من الإسبوع الأول وهتمبسطه إن شاء الله يلا بنا الإسبوع الأول في الدوري المصري الممتاز يبدأ إن شاء الله 23-9-2024 ودي المباريات اللي فيه أبرزهم الإسماعيلي والنادي الأهلي وطبعاً مباراة أخرى هتجمع الزمالك وسموحة وكاس السوبر الأفريقية هيكون بعد كده بعد الجولة الأولى 27-9-2024 وبالتالي إحنا لعبنا الأهلي والزمالك لعبناهم يوم 23 بعدها باربع تيام يلعبوا كاس السوبر الأفريقية وهو يبقوا استعدوا شوية ودخلوا الموسم قبل مباراة كبيرة زي مباراة السوبر الأفريقية الإسبوع الثاني هيبقى أبرز الملاحظات اللي فيه إن الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر هيبقى فيه مباريات كأس مصر بعد نهاية الإسبوع الثاني وبعد كده من 7 إلى 15 أكتوبر في فترة توقف دولي ومباريات كأس رابطة المحترفين المصرية ده هيحصل بعد الإسبوع الثاني الإسبوع الثالث هيبقى أبرز المباريات اللي فيه الأهلي وبتروجيت والزمالك والبرامدس طبعا دي أبرز المباريات اللي موجودة في الإسبوع الثالث ننتظر مباريات نرية في الإسبوع الثالث بين الزمالك والبرامدس الإسبوع الرابع أبرز المباريات اللي فيه الأهلي والاتحاد سكنداريو ومبي والزمالك ده في الاسبوع الرابع اللي هيكون هيبدأ 24 عشرة وهينتهي في 25 عشرة الاسبوع الخامس ابرز المباراة اللي فيه الزمالك والمصري ومباراة اجمع الاهلي وطلاع الجيش طبعا شايفين الملاعب بالمواعيد بكل شيء كل شيء الاسبوع السادس هيلعب من 4-11 لحد 5-11 الفترة من 8-11 بعدها يعني هيتلعب مباراة في كأس مصر وبعد كده من 11 ل22 نوفمبر هيبقى فيه فترة توقف دولي ومباراة كأس رابطة المحترفين المصرية ثم بطرات الاندية الافريقية الجولة الاولى هيتلعب ايام 22-23-24 نوفمبر خلش على بعد 25 نوفمبر بقى هيبقى ابرز المباراة الاهلي ومودرن سبورت والبنك الاهلي والزمالك واتلاحظ ان احنا مراعيين انه خلصت مباراة افريقية هتاخد 4 ايام او 3 ايام بعدها اجازة بعد كده الاسبوع التامن هيبقى فيه بطولات الاندية الافريقية دور المجموعات الجولة التانية 6-7-8 ديسمبر بعد مباراة الجولة التامنة اللي فيها الاهلي وفارقه وزمالك وزيد ابرز المباراة ثم الاسبوع التاسع وهيبقى فيه ملحوظة مهمة جدا مكتوب عندنا انه يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 الاهلي هيواجه السموحة طيب لو النادي الاهلي وصل لنصف نهاية بطولة الانتر كونتنينتل فمباراته اللي هي الاهلي واسموحة ستؤجل لحد يوم 25 يناير عرفنا التأجيل امتى ليوم 25 يناير مش تجويد ما فيش الاجر غير مسمى وصلت نصف نهاية انتر كونتنينتل تلعب المباراة يوم 25 يناير بدل من تاريخها المحدد الاسبوع العشر بعد ما هيخلص اللي فيه طبعا ابرز المباراة الاهلي والسيراميكا كليوباترا والزمالك ايضا هيواجه الاسماعيلي هيبقى فيه الجولة الرابعة من بطولات الاندال افريكا دول المجموعات 20-21-22 ديسمبر ثم يأتي الاسبوع الـ 11 وابرز مباراة الاهلي وابرز طبعا والزمالك وغزل المحل ييجي بعد كده الاسبوع الـ 12 فيه الزمالك وبيت روجت يوم واحد واحد ده اول السنة الجديدة وانبي والاهلي وباقي المباراة مباراة الجولة اتلاحظ دايما ان معظم التوقيتات جمعة سابت حد احنا دوري انجليزي مش دوري مصري احنا دوري انجليزي الاهلي ومصري ابرز المباراة في الاسبوع التلاتاشر والزمالك والاتحاد السكندري ايضا في نفس الاسبوع في الاسبوع الـ 14 الزمالك هيواجه الاهلي كمة مباراة الدوري المصري الممتاز باول كمة في الدوري هتبقى في الاسبوع الـ 14 يوم 10 يناير يوم الجمعة 10 يناير ما بين الزمالك والاغلي في السابعة مساء يأتي بعد كده الاسبوع الـ 15 وابرز مباراة الجانة والزمالك والاهلي والبنك الاهلي ثم في الاسبوع الـ 16 يلطق الاهلي مع زيد والزمالك مع مون descobrir في ابرز مباراة هذه الجولة ونيجي بعد كده الاسبوع الـ 17 اخر مباراة الدور الاول الهلا هيواجه حرس الحدود والزمالك هيلاق في موعد محتمل للمباريات المؤجلة 24 25 26 يناير ده موعد متساب لأي مباراة مؤجلة طريقة زي مباريات مثلا الأهلي في الانتر كونتينتر عرفنا انه في مساحة للمؤجلات و3 ايام بس مش مفتوحة نجي بعك الاسبوع الـ 18 وابرز مبارياته طبعا فيه الأهلي والإسماعيلي والزمالك واسموح ثم فيه الجولة التسعتاشر وبعد كده هتخلص يوم 5 فبراير وفيه مواعيد محتملة للمباريات المؤجلة 7 و8 و9 فبراير مساحة برضو لأي مؤجلات وإحنا برضو حاولنا نبقى إيه دايقين قوي في الموضوع المؤجلات ده مش مفتوحة يعني الاسبوع العشرين أبرز مبارياته الأهلي وبتروجيت والزمالك والبيرامدس طبعا بعد كده الاسبوع الواحد وعشرين هيبقى فيه الأهلي والاتحاد وأيضا الزمالك وإنبي وفيه بعد الاسبوع ده بطرات الأندية الأفريقية دول مجموعة الجولة تلاتة وعشرين فيه برضو مساحة بعديه بعد ستة مارس فيه موعد محتمل للمباريات المؤجلة ستة وسبعة وتمانية مارس إحنا مستيبين حاجة إن شاء الله الاسبوع الاربعة وعشرين فيه كم ملحوظة مهمة الفترة من 14 ل 16 مارس بعد نهاية الاسبوع ده اللي هو هيخلص 16 مارس هيبقى فيه مباريات كأس مصر بعد كده فترة التوقف دولي ومعها مباريات من كأس رابط المحترفين المصرية من 17 ل 25 مارس ثم بطولات الأندية الأفريقية ربعي النهائي الزهاب 28 و29 و30 مارس نيجي بقى على الاسبوع الـ 25 وهيبقى بعديه بعد 2 فبراير 2 إبريل هيبقى فيه بطولات الأندية الأفريقية ربعي النهائي لإيابة 4-5-6 إبريل في الآخر لو تلاحظ الأهل وفاركوزيد والزمالك فيه تأجيل محتمل اليوم 10 ماجه تأجيل محتمل 10 ماجه عشان مشاركاتهم الأفريقية بعد كده الاسبوع الـ 26 أبرزه طبعا الزمالك وحرص حدود الأهل وسموحة ثم الاسبوع الـ 27 أبرزه ما فيه الزمالك والإسماعيلي والأهل وسرميكا كيليو بطر طبعا كل المباريات مهمة بس بنقول الأهل والزمالك بحكم الشعبية واختصارا على حراركم حراركم طيروا الجدوى الكل الاسبوع الـ 28 بعد ما يخلص في 16 إبريل هيبقى فيه زهاب نصف نهائي البطلات الأفريقية 18 و 19 و 20 إبريل اسبوع الـ 29 هيخلص في 23 إبريل هيبقى فيه 25 و 26 و 27 إبريل إياب نصف نهائي البطلات الأفريقية نيجي على الأسبوع الثلاثين وقربنا نخلص الدورة الزمالك والاتحاد المصري والأهلي أبرز المباريات ثم الأسبوع الـ 31 هيبقى فيه الأهلي والزمالك القمة الثانية قمة الإياب ما بين الأهلي والزمالك يوم 7 مايو على استاد قلة كاهرة في التاسعة مساءًا إن شاء الله هيكون فيه موعد محتمل للمباريات المؤجلة بعد الأسبوع ده والـ 8 و 10 مايو يعني لو فيه مباراة مؤجلة تتلعب في الوقت ده الأسبوع الـ 32 برضو بعدي بعد 14 مايو هيبقى فيه موعد محتمل آخر لمباريات المؤجلة 15-16-17 مايو يعني سايب لك مساحة كمان لو فيه مباراة مؤجلة بس محددة محددة المد الأسبوع الـ 33 هيخلص في 21 مايو وهيبقى فيه بطولات الأندال الأفريقية النهائية هيبقى 17 مايو و 25 مايو زهاباً ياباً بعدي ثم الأسبوع الـ 34 الأسبوع الأخير فيه الدوري الزمالك يختتم بفرق والأهل يختتم بحرص الحدود وبعد كده هيبقى فيه بطولات الأندال الأفريقية النهائي 24 مايو و 1 يونيو و من 2 إلى 10 يونيو و 2025 هيبقى فيه فترة تواقف دولي و مباراة كأس رابط المحترفين المصرية و 13 يونيو 2025 مباراة كأس مصر دي أو ده الجدول بالكامل جدول الدوري المصري الممتاز موسم 24-2025 بالكامل نفذ هذا الجدول جدول الدوري المصري لهذا الموسم الموسم الجديد لجنة مصابقات تم تشكيلها من فريق عمل برنامج رقم 10 هم اللي قاموا بهذه المهمة هم اللي اجتهدوا هم اللي تعبوا هم اللي اشتغلوا بشكل احترافي إن شاء الله نصيب في هذا الطرح إن شاء الله ولو في أي ملاحظات هنحاول في الفقرة الثانية من حلقتنا النهاردة مع فريق المسابقات اللي تم تشكيله من برنامج رقم 10 نجاوب على كل الأسئلة اللي حضراتكم ترحتوها أو نتوقع أنكم تطرحوها فيما يخص هذا الجدول فيما يخص المشاكل ربما المتوقعة في هذا الجدول وإن شاء الله نجاوب على كل هذه الأسئلة